على الرغم من مرور نحو ست سنوات على استعادتها، ها هي الموصل اليوم تقاتل عدواً آخر صامتاً يتمثل بظهور أمراض فتاكة لسكان المدينة، بحسب وصف موقع المونيتر الأمريكي، الذي أكد وجود معدلات عالية من الإصابات بأمراض العدوى المقاومة للأدوية. التقرير الأمريكي أشار إلى أن ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية تعززها الحروب ونوعية الأسلحة المستخدمة، فيما تبرز هنا الموصل كواحدة من أكثر الأماكن تضرراً من هذه الأزمة المتفاقمة وفق المونيتر. الموقع الأمريكي ذكر أن ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية في الموصل بلغت مسويات مثيرة للقلق خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح علاج الأمراض البسيط أكثر صعوبة بحسب منظمة أطباء بلا حدود التي أكدت وجود ما نسبته 40% من المرضى في الموصل الذين أدخلوا إلى مركز رعاية طبية فيما بعد الجراح يعانون من عدوى مقاومة للأدوية المتعددة. وذلك بسبب إفراط الأطباء في صرف المضادات الحيوية للبكتيريا رغم تكيفها بمرور الوقت مع العلاجات، ما أدى إلى انعدام فعالية هذه المضادات الحيوية المستخدمة بالمستشفيات الحكومية في العراق. المونيتر أكد أن الأزمة الصحية الصامتة تشتاح المستشفيات الخاصة والعامة في الموصل من دون إرادة، منتقدا طريقة التعامل الرسمي الحكومي الذي عنده فاشلا ومتأخرا في معالجة هذه القضية، مضيفا أن هناك عوامل بيئية متفاقمة غذت بشكل أكبر أزمة مقاومة المضادات الحيوية في الموصل، ومنها التلوث والعواصف الترابية. الموقع الأمريكي ربط بين العملية العسكرية التي تعرضت لها الموصل، وبين ظاهرة تزايد مقاومة المضادات الحيوية، مشيرا إلى دور كبير للمعادل المستخدمة في الأسلحة والمعدات العسكرية المحرمة دوليا، التي تراكمت في الموصل، وأدت إلى أزمة لا مناع في مدينة يقف سكانها في الجبهة الأمامية لظاهرة صحية خطيرة.